إزاي المدرسة الصحفية الخاصة بإحسان عبدالقدوس بتقدر أن انت تطبقها دلوقتي داخل مؤسسة روزة اليوسف مع اختلاف العصر واختلاف المهنة ومتطلباتها ودخول الصحافة الرقمية واللي لها طبيعة خاصة أكيد مدرسة عبدالقدوس باختصار شديد هي مدرسة تبتعد كل البعد عن الرمادية في المواقف أول حاجة وضوح المواقف الأمر الثاني أنت ما بتخليش القارق تحمل عنها البحث عن مضمون موقفك أو الرسالة اللي أنت بتقولها من التحقيق الصحفي مدرسة معلومات مدرسة تتسم بالصياغة الأدرية في الكتابة الصحفية مدرسة تتسم حدة النقص الشديد وفي الوقت الأسف الجنم في الثناوز لذلك نقول لأسف مدرسة النقص السياسي في الريس أستاذ إحسان عبدالقدوس يعني كاتب سياسي من طراز فريد وتنقل كمان أستاذ أحمد ما بين مدارس مختلفة يعني البداية طبعا أو البيت الأول روزة اليوسف ثم بعد ذلك كان رئيس تحريف وقت من الأوقات ومجلس إدارة أخبار اليوم ليه تمثل الصحافة الشعبية بعض الشيء وفي نهاية حياته كان يعني أو رأس مجلس إدارة الأهرام لمدة عام واحد وفضل لغاية آخر حياته بكت المقالات في الأهرام التنقل ما بين هذه المدارس الصحفية المختلفة روزة اليوسف أخبار اليوم الأهرام إلى أي مدى أفادت وأثرت تجربة أحسان عبدالقدوس الصحفي هو في الأصل كما تفضلت دكتور هو رجل صناعة يعني يحكي يعني عن تأميم الصحافة سنة 60 أو قانون تنظيم الصحافة سنة 60 وكانت خلاص يعني الأنبات بتتداول عن قرب إصدار هذا القانون أصدار احترام عبدالقدوس في وقتها أنه يقوم بتحديث مطابع روزة اليوسف وسافرت لألمانيا وجاب مطابع ومعجزات عفهم جاب معجزات وحلات حديثة للغاية كان استمرت لحد التسعينات المعجزات اللي جابها في أول السينات لأنه مؤمن بهذه الساعة مدرسة أخبار اليوم في الأصل جاءت وحلات السود بذلك جادة في الأصل جاءت من حجمات روزة اليوسف عندما ترك الأستاذ السبير محمد التابعي روزة اليوسف والصحاب راعه الأخوين علي وأمين ورحل معهم أيضا الأستاذ محمد حسنين هيك لحنا نتكلم على سنة 1933 وفيما بعد وبالتالي الأمور ليست بعيدة لكن هو الرجل في الأساس رجل صناعة رجل صحالة رجل يبحث دائما على التطوير روزة اليوسف النهاردة مجلة دايما الأسر أو البيوت المصرية مرتبطة بروزة اليوسف إنها بتقدم صحافة مختلفة صحافة بتدخل في الأماكن أو المساحات المسكوت عنها في بعض الأحيان روزة اليوسف النهاردة مختلفة في ثوب جديد مجلة يعني روزة اليوسف بتقدم كمان أصوات مختلفة تكلمنا عن الفترة الحالية لروزة اليوسف وإزاي في ظل المنافسة الشديدة جدا قادرة تحجز لها مكان في شرع الصحافة أول مصر جدا على السؤال روزة اليوسف أول حاجة نستطيع عقل العصر اللي إحنا مستطيع فيه وبالتالي المجلة السوائية عدت من الملفات والإفتاحاتات اللي تم تناولها باق شديد لا تبحث عن الخبر العاجلي المختصر الخبر العاجلي أنا أصبح على كتاعة السوشيال ميديو إزاي للتعديد في نفس الوقت في نفس مدرستها في الجارة في تناول زيها وأبحاثها المختلفة للرؤية وبالتالي تحترم كارة روزة اليوسف السوء